السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بحضراتكم مع بعض تاني في شوية فيزياء وعايزين نعمل مور أبليكيشنز على نيوتنز ساكند لوب ونتوكل على الله بالفكرة الأولانية اللي عايزة أقولها لكو تعالوا كده نفتكر مع بعض تعالوا هنا إليفنت بولز أبودن لامبو بماس وانتون وانا هوريزونتل سيرفاس وذي فيلوستي ذات هازت شينجد يونيفورملي كده يبقى أفهم إن البدي بيغير سرعته ونتيجة لإن البدي بيغير سرعته يبقى البدي بيعنده أكسلراشن كويس عايزة أفكركم بحاجة ما تتنسيش أبدا دائما تعالوا نمشي مع بعض واحدة واحدة ونفكر في الكلام اللي بيتقالي مبدئيا أنت واخد بالك إن مين ده إن الحتة دي تمام هي التنشن ده التنشن أيها العظماء الإليفنت بيجر حتة الخشبة دي على الأرض الإليفنت واضح إنه ماشي تورد ليفت وده التنشن الله الله طيب مالو عمل أنجل مقدرها سيتا لو كانت حتة الخشبة دي بتمشي في الدائريكشن أوف موشن كانت خبطت نفخ الفيل بس ده ما حصلش لإن هو بيقول لي إنها ماشي على الأرض وبناء عليه أيها العظماء إلي يحصل ده التنشن وهنا نقول إيه التنشن مات الله يرحمه ويحسن إليه ويخلف عيلتين اللي جنب الأنجل على طول كوسين والبعيد عن الانجل ساين وبناء عليه يبقى هنا عندي تي كوساين سيتا جميل او عتنسى اني عندي الماس بتسوي وان تون وتعالوا واحدة واحدة كده نعمل ايه نتفرج دلوقتي ايها العظماء ادي قطعة الخشبة اهل اوكي سواني اوكي ادي قطعة الخشبة ايها العظماء اللي بيحصل مين بيسحبها النحية دي تي كوساين سيتا اوكي اللي هنسميها ايه هوريزونتال كومبوننت او تينشن فورس اوكي ولان الابجيكت ماشي توردز يبقى بزكاءك المخلاب وقدراتك اللام تنهي على الابداع فانتعرف ان الفورس الفريكشن ماشي اوكي واللي هو اللي ان هي بتساوي فور هندرد نيوتن جميل اوي تعال كده المفروض النت فورس اكتن ان ابادي ايقوال ماس ملتبلاي شكسر يبقى ايقوال 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 الماس تساوي و 1000 كيلوغرام والأكسليريشن هي تشينجين فيلوستي على تايم فيبقى فاينال فيلوستي مينس إنيشيال فيلوستي على تايم تو كل سنة وانت طيب عدتو في هلوان عدتو فايف هندرد فتطلع في الاخر خالص ثري تايم سوف يطلع 1500 ليوتن ولا من شف ولا من دري الراجل بيسأل على اية بيسأل على الغريزونتل كومبوننط طيب واستاذنا العزيز الفاضل ايه رأي حضرتك في حاجة ايه هي. ايه رأيك نتخيل ان الندفورس بيتساوي مين؟ الـF horizontal الـHorizontal Component منس 400 وفكرت لأن التكرار بيعلم الشطار لو أقدر أني عندي أبجكت بالشكل ده ماشي توردز رايت بفرس 100 نيوتن وعندي فرس هنا 20 نيوتن يبقى الـResultant Force أو الـNet Force المؤثر على هذا البادي 80 نيوتن توردز لفت تعالي يبقى الـNet Force 15 أأأأ بتسوي الفرس اللي هي الـHorizontal Component منس 400 ودي دي هنا أصبحت الـF الـHorizontal Component بتسوي 1900 نيوتن ولا من شق ولا من ديره أيها العظماء أوكي اللي بعده أوكي تاني آه وهنا مطلوب طلبين الـElephant pulls a log of mass 0.5 نيوتن constant moving with constant velocity الله الله أول ما سمع كلمة constant velocity دي وإنت مغمّد عينيك يعني إيه؟ يعني الأكسليريشن بتسوي 0 برضو يعني إيه؟ يعني معنى كده إن الـNet Force المؤثرة على بادي بتسوي 0 أيها العظماء on a horizontal surface by a rope that makes angle 60 مهم نركز يبقى ديها تتشد النحياتي بتنشن فرصة اسمه T عمل أنجل مقدرها 60 مع الـHorizontal الله يرحمك ويحسن إليك يا تنشن كنت طيب مات وخلف عيلتين اللي جنب الأنجل على طول T Cosine 60 والبعيد عن الـAngle sine أوكي ثانية given that the friction force by 200 الله الله تعالوا كده نتفرد يبقى إحنا هنقول إيه؟ لو دي كتعة الخشبة بالشكل ده عندي friction force مقدرها 200 وعندي مين؟ عندي leftward force مقدرها T Cosine 60 أخذ شبالك أنه قل إن البدي ماشي بـ Uniform Velocity يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن الأكسليريشن بـ Zero معنى كده إيه؟ إن النتفرس المؤثرة على البدي بتسوي Zero يبقى force towards right equals force towards left أوكي بقى T Cosine 60 equals 200 طيب T بتسوي 200 divided by Cosine 60 فتطلع بـ 400 نيوتن أيها العظماء ولا من شف ولا من دري بس في طلب ثاني الراجل طلبه ها؟ قال لي إيه؟ ثاني برضو الطلب الثاني اللي الراجل طلبه بيقول لي إيه؟ عيز the required magnitude of tension force in the rope to make the loop move with acceleration two meters per second square الله 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 أو عتنسى إن اللوك دي أو قطعة الخشب دي كانت 0.5 نيوتن وهو عايز يمشيها بإيه؟ وهو عايز يمشيها بـ acceleration two meters per second square تعالي يا شابنا الجميل اللي يحصر بص يا سيدي من عمك نيوتن الله يبشبش الطوبة اللي تحت جماغه النيت فورس acting on a body equals mass multiplied by acceleration طيب النيت فورس بـ 500 نيوتن والأكسليريشن بتور فتطلع عن النيت فورس 1000 نيوتن أوكي تعالي نتفرج على حتة الخشبة يا شابنا الجميل إيه اللي هيحصال؟ عندها فورس بتسحبها ناحية اليسار مقدرها مين؟ تي كوساين سكس تي وخلي بالا دي الهوريزونتال كومبوننت of tension force وإحنا اتفقنا في السؤال اللي قبلها إيه؟ إن عندي فريكشن فورس 200 الله يبقى معنا كده من الرسمة دي إن النيت فورس المؤثرة على بضي بتساوي مين؟ بتساوي تي كوساين سكس تي مينس 200 الله الله إن النيت فورس جبناها من عامك نيوتن ب grabbed 1000 اللي بتساوي بلاس خلحة لها دي كده فيبقى sometimes it shall be label 1200 بتساوي التنشن multiply by harm فيطلع من التنشن بتساوي 2400 مينس 200 ولا من شف ولا من دري أيها العظماء جميل يا باشا تعال نتفرج ونشوف الأيديا التالية اللي أنا عايز أفرغكو عليها تعال لي هنا لما يكون عندي عربية مأتورة أو عندي قطار القطار عندي إنجين أو محرك في الأمام وبيعمل إيه؟ ويقطر جميع العربيات اللي وراء الله 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 لو بصنا هنا أنا عندي ثلاث عربيات مجرورة بالإنجين ده اللي عمل وليكن تويتريني يعني ده قطار لعبة أو موضل يعني بفرصة مقدارها سورتي سيكس نيوتن أوكي أول حاجة تعملها لما تشوف المنظر ده أيها الشاب الجميل اللذيذي اللي ما فيه زيك في الدنيا دي زيك تجيب لي مين؟ الامة توتل الماس توتل بتاع هذا القطار فبيسوي إيه؟ 2 كيلوغرامس بلاس 4 كيلوغرامس بلاس 6 كيلوغرامس فتطلع بتساوي 12 كيلوغرامس وماله المطلب التاني تجيب لي الأكسليريشن اللي هتمشي بيها الانتاير كمبارتمن دي الكمبارتمن أو القطار كله على بعضه هيمشي بأكسليرشن مقدارها فورز أوبر ام الفورز بتساوي 36 نيوتن والام بتساوي 12 كيلوغرامس فتطلع الأكسليريشن بتساوي 3 ميتر يبقى دائماً أول ما تشوف المنظر ده أول حاجة أنا محتاج أعرفها الأكسليريشن اللي بيتحرك بها الانتاير اوبجيك جميل طيب ايه رأيك هو هو نفس السؤال ويقول لي أنا عايز مين؟ أنا عايز تي وان يبقى نقف مع بعض واحدة واحدة ونجيب تي وان مين تي وان؟ اللي هو التنشن اللي هو الحتادي اللي هي ايه؟ ركز بقى اللي هيشد الحبل ده يشد مين؟ اللي وراه على طول وهفرجك على حاجة دلوقتي عشان أقول لك ايه لازمة البتنجان اللي احنا بنشرحه الأول نجيب تنشن وان مبدئياً تنشن يعني شد والشد يعني فورس اللي هي الفورس اللي بتساوي مين؟ بتساوي مين؟ عمي وعمك وعمي البشرية كلها عمك ميوتيد ايه؟ نب فورس أكتنج عن أبادي إيكوال ماس ملتبلي باي أكسليريشن تعال لي بقى وهنا نركز انت عايز تجيب الحبل ده بيشد الماس دي قدي يبقى الماس بتو كيلو جرام الهماس الماس دي اللي هتتشد أوكي والأكسليريشن بثري وبناء عليه أيها العظماء فتطلع بسكسي نيوتن ولا منشاف ولا مندري أيها الشاب الجميل طب تعال كده ركز معي طب إيه رأيك عايزين نجيب تي تو خلي بالك ان احنا متفقين مع بعض ان الانتاير كومبارتمنت مشي بأكسليريشن ثري میترس بر سيكند سكوار عايز مين أنا؟ عايز اجيب تي تو وآدي تي تو أيها العظماء تي تو اللي هي ما هي إلا فورس تنشان فورس فبتساوي ماس تاينز أكسليريشن أيها الشاب الجميل إذن الأكسليريشن متفق عليها لأن هي بثري طب والماس هذا الحبل يشد مين؟ يشد اللي قبله ومين اللي قبله هم التو ماسس دول اللي هي سكس كيلو جرام تو بلس فور فتطلع سكس كيلو جرام وبناء عليه يبقى ثري تاين سكس فتطلع أيتين نيوتن ولا منشاف ولا مندري وهنا عايز أقول لك حاج لو أنا بقى مصنع وبصنع كترات أروت إبر واخب بالك إن إحنا جبنا التنشان هنا تمام؟ التنشان هنا في الحبل ده في السؤال اللي قبله جبناه بسكس نيوتن وجبنا التنشان هنا بكام؟ بأيتين نيوتن إذن وما بصنع ليس هناك معنى إن أخلي ثيكنس بتاع الحبل ده أو الجنزير ده زي الثيكنس ده وليه؟ لأن مبدئيا أنا بوفر بعمل كوست ريداكشن ليه؟ لأن الشد هنا مش زي الشد هنا فلازم أخلي تيتو أقوى الحبلة أقوى لأنه عليه حبلة أكتر من تنشان وان ولا منشاف ولا مندري أيها العظماء طيب ويجي هنا الرجل يعمل يلعب لعبة دنيئة حقيرة إيه اللي يحصل تعالي بذكاء كل مخلاب وقدراتك اللامة تنهي على الإبداع تيجي نعمل حاجة نعمل إيه؟ الأول نتفك هو الباشا كان عايز إيه؟ الباشا كان عايز يجيب تيتو أدي الأول نحدد بين التيتو التيتو اللي هو هنا هاو آهو ماشي طيب بنعمل إيه؟ واحد نجيب الامي توتل الامي توتل اللي هي الانتاير ماس م بلاس 2 م بلاس 3 م فيطلع بـ 6 م الله الله تيجي نجيب الأكسلريشن اللي هيمشي بيها الانتاير أبجيك فتطلع الأكسلريشن فورس على ماس فتطلع f أوبر 6 م متر تيجي نجيب تيتو الله الله تيتو بتسوي مين؟ تعال عشان أفرجك على مفاجأة ماس تايمز أكسلريشن طيب الحبل ده هيشد اللي قابليه اللي قابليه بـ 3 م طيب والأكسلريشن f أوبر 6 م طيب ويماله أوكي دي معادي بقالة تو بقيت f أوبر 2 يا شابينك جميل الله 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 هنا عشان تحل السؤال ده بيتطلب منك إيه بيتطلب منك أنك يبقى عندك سيلف كونفيدنس في اللي عملته ليه لأن لو ما عندكش سكة بنفسك أنت هتبضل محتاس وتعيد وزيد وتبضل تعيد وزيد في اللوب دي وعمل تلف فيها واش عارب توصل عايزتو ليه f أوبر 2 مش موجودة هنا ف أوبر 2 لا هي دي ولا هي دي أصبح بزكاءك المخلاب وقدراتك اللام وتنهي على الإبداع لأنك ذكي وواصل من نفسك الإجابة منحصرة في الاتنين دول يجي ابن التيت اللذيذ الحبوب تمام تبدأ تفكر في مين في الإجابتين دول طيب تجي نجيب التنشن وان تلاتة تنشن وان نفكر فيها طيب يبقى بتسوي ثري تنشن وان هو عبارة عن إيه عن الشد في الحبل ده اللي هيشد الماس اللي هي الماس بام طيب والأكسلريشن احنا اتفقنا عليها بكام بف أوبر سيكس ام الله الله أطير دي معدي عكري في هلوان عكري في هاتو الله الله يا ابن الأبلسة يا ابن الأبلسة ايه اللي حصل ابن الوزة عمل ايه ابن الوزة عمل لنا الآتي الأول احنا اشتغلنا عادي جدا وعملنا ايه جبنا الفرص التنشن تو طلع بف أوبر تو اللي مش موجودة في الإجابات فاستبعدنا إيجابتين وبدأنا نفكر في الإيجابتين التانيين وهنا ده الجمال والحلاوة بتاعت الناس اللي بتحل أكتر عشان تقدر تقابلها مشاكل وتقدر تقول لنفسها يا طرأ أنا أقدر أحل المشكلة دي ازاي اها تمام نيجي بعد كده للأيديا ثري اللي أنا عايز أتكلم عليها إذا كان عندك أتوود ماشين الأتوود ماشين اللي هي زي ما بنشوفها على بعض العمارات واحد عايز يطلع العفش بتاعه من تحت للدور العاشر عايز مواد البناء يطلعها من تحت الفوق فإن اللي يحصل فبيستخدم الأتوود ماشين نحية بيشدها العمال من تحت عشان يطلعوا الماتيريال اللي عايزين يطلعوها للدور العاشر هوبا أند سوع إذا وجدت الأتوود ماشين فخليك فاكر ومتذكر دائما إيه إن الأكسليريشن اللي بتتحرك بها الأتوود ماشين بتساوي لو جينا في الإكزامبل ده سعي إن الأمتو بتساوي فور كيلو جرام بيساوي فور كيلو جرام ومون بتساوي تو كيلو جرام أوكي طيب نعمل إيه أصبحت الأكسليريشن اللي هيتحرك بها الانتاير أبجيك متو ماينس مون دبايد باي متو بلاس مون ملتبلاي باي جي فور ماينس تو على فور بلاس تو تايمز ناين بوينت إيه كل سنة وانت بألف صحة وخير وسعادة فتطلع 3.2 متر بير سكند سكورد أيها العظماء طيب يا ترى إيه الفكرة الربعة اللي أنا مجهزها لك نتكلم عليها بص يا سيدي عيش معايا اللحظة إيه أنا معايا الجراف ده الجراف ده بيرسم العلاقة ما بين مين بيرسم العلاقة ما بين الويت على الواي أكسز والماث على الإكس أكسز أيها الشاب المحترف شابنا المحترف إذا نظرت لهذا الجراف تجد أول حاجة اللي سلوب بتاع الجراف ويت أوفر ماس وويت أوفر ماس يديني جي اللي هي الأكسلريشن بيوتو جورابي تاني حاجة يا شابنا المحترف إذا نظرت وأمعنت النظر ستجد إيه يا ودي يا شاب ستجد أن الريليشن بي إسلاب بي غريتر ذان إسلاب بكيو يبقى معنى كده يا شابنا إيه معنى كده إن الجي بتاعت بلانت بي أكبر من الجي بتاعت بلانت كيو شاب دعال معايا طيب لو حبينا نجيب السلوب بتاع بي واي وفر اكس الواي بفور هندرت والإكس بفورتي أفهم من كده إن الجي بتاعت البي تن ميتر فير سكند سكور لو حبيت أجيب جي اللي هي الأكسلريشن بيوتو جورابي بتاعت الكيو فالجي بتاعت الكيو بتساوي واي وفر اكس فالواي بتساوي فور هندرت ديفيض باي ايتي فتطلع بفايف ميتر فير سكند سكور يجي الراجل اللذيذ بيقول لي ايه يبقى أنا قدامي الرسمة دي جبت الجي and so on بيقول لي هه on two planets p and q if the body weights 850 نيوتن على q جميل قوي ده على لي كده مبدئيا ايه اللي هيحصل ايها العظماء ادي ال p وادي ال q الجي على ال p بتساوي الاكسلريشن ديو تو جرافتي على ال p 10 متر سكند سكور والاكسلريشن ديو تو جرافتي على q 5 متر سكند سكور طيب شابنا الرائع الجميل بيقول لي ايه ان الويت في بادي على q 850 نيوتن الويت equals اما ملتبلاي باي جي جميل يبقى 850 بتساوي اما تايمز 5 فتطلع الماس بوان سبنتي كيلو برامز ايها الشب هنا زكائك المخلاب قدرتك اللام متنهي على الابداع ماس هي الامونت ماتيريال انكلود انسايد ذا بادي يبقى الماس ماس 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 بادي ماس 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 بادي ماس ماس بادي بوان سبنتي كيلو جرامز لان الماس سبت ما بتتغير الله الله تيجو نجيب الويت على p هيساوي m تايمز g فالماس وان سبنتي ويجيب تن فتطلع وان ساوذن سبن هندرد نيوتن ايها العظماء ولا مين شاف ولا من دري طيب يبقى ازا الاجابة اللي تنفع معايا هنا هي مين يا ولادنا العظماء تبقى اللي جابة سي the mass of body is one seventy كيلو جرامز and its weight on planet p هيطلع one seven سبن هندرد وبكده قعدنا اللم شوية حاجات ودايما بننهي كلامنا بان الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة هتوحشونا مع السلامة اشتركوا في القناة